يا بركة سيدنا النبي بيقول لك واحد وقف جنب قفعة القفعة طبعا سامة فقال لها انت غدارة علشان بتلدغي الناس قالت له انتوا اللي غدارين انا عمري مالدغ قفعة زي تتعلم الكلام حتى من القفعة القفعة عمرها مالدغ قفعة زيها فبتقول لبان البشر انا احسن منكم عشان عمري مالدغ قفعة زي علشان كده لازم تاخدوا بالكم من اللي حواليكم كويس قوي من اقرب الناس ليكم عارف اللي بعيد عنك ما يشغلكش ركز في اللي قريب منك اصلي فيه دحكة صفرة ودحكة حمرة ودحكة زرقة وفيه دحكة حلوة وفيه ناس عينيها بتحب وفيه ناس عينيها بتكره واللي بيكره اكتر فخلي بالكم من حياتكم ومن اللي حواليكم فيه ناس لحهم الكتب والغش عايشين على كده دول شوية اش وفيه ناس لحهم اللقم والخبس والغدر والخيانة اوعى تفتكر ان دول هينتصروا او هيكون ليهم مكانة مش ممكن عشان الكيان الربان اللي ربنا خلقنا فيه ده كيان حقيقي مبني على الصدق والامانة فلو ظهر قدامك خاين او لئيم في يوم من الايام اعرف اني لابد في يوم من الايام قريب او بعيد هتشوفوا مزلول عمر اللقم ما ينتصر وعمر الخيانة ما تنتصر حتى لو كانت ظهرة في بعض الامور فيه ناس من مصلحتها من الفساد فمحربة الفساد اعظم واهم من محربة الارهاب فيه ناس ممكن يكونوا خضعوا للفساد ووقعوا تحت المفسدين وانساقوا معهم واصبحوا مفسدين دول لازم نجيبهم من جدورهم قطعهم من جدورهم هو ده سبيل رفعة رفعة هذا الوطن الوطن ده لما ينظف من المفسدين هتشوف الحياة كويس هتشوف الحياة حلوة لكن طول ما فيه غدر وخيانة عمر البلد دي ما هينصلح حالها وعمر البلد دي ما هيكون فيها خير إلا مع الأمناء فدايما بننبه ونقول الأمانة يا جماعة ابعدوا عن الخيانة اعرفوا إن رفعتكم ونصرتكم وكرم ربنا عليكم إنكم تكونوا أمناء غير كده الحياة ما لهاش أي طعم علشان كده بقولك اختار صحابك عشان ما تحزنش والأمان هيدوم لما يكون الأمان ده جوه أقلوبكم وفي تعاملاتكم وفي حياتكم كنا تكلمنا قبل كده ويمكن حضراتكم تابعتوا معايا قبل كده حلقات كتيرة كنا تكلمنا قبل كده عن موضوع السرفيز وإن فيه ناس بتتكسب أو بتتربح من السرفيز وبتاخد فلوس من ناس وبتحطها في جيوبهم وبيتربحوا من ده وأنا على الهوى النهاردة بقول إذا كنا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده فإحنا كلامنا واضح إحنا مع دولتنا آه لو فيه فلوس بتدفع للدولة تروح في جيب الدولة عشان الدولة هتعيد تدورها تاني على الشعب أما لو فيه فلوس بتروح في جيوب المفسدين تطقطع رقابهم وتطقطع إيديهم قبل ما تدمد على فلوس الدولة هتاخد وتتربح والفقير يجوع مش لا ياكل وانت بتتجبر عليه علشان كده بطلب محاربة المفسدين بأقصى درجات المحاربة أصل المفسد ده بيجوع الناس من غير ما ياخد باله لا ده واخد باله كويس لأنه بيفسد في الأرض فيه ناس بتجوع بسببه فيه شباب بيعطل بسببه مش لاقي شغل فيه ناس بتموت بسببه فيه أسر بتتدمر بسببه عشان هو بيتناعم بفساده وأرجع وأقول لحضراتكم إذا كنت اتكلمت على المنظومة دي وقلت قبل كده أن فيها ناس مفسدين أنا بعيد الكلام وبقول بميزان العدل كنت اتكلمت على الموضوع ده وبطرحه تاني النهاردة بصورة جديدة بقول بتوقع التكاتك الناس اللي بيسوقوا التكاتك دول الغلابة دول فيه سرافيز بتتاخد منهم مفيش مشاكل إحنا مع الدولة في أخذ حقها منهم لو فيه فلوس بتدفع مفيش مشكلة لكن تروح في جيب موظف فاسد لا مسئول فاسد لا وأعتقد كل أجهزة الدولة معايا وسمعاني وكل الكلام ده موزون إحنا بنحارب الفساد النهاردة لو مفيش فساد كان الرئيس مشكورا راح يثبت الهجانة وخاد الوزارة كلها معاه ورايح على رجله واقف وبيقول يا جماعة أنا نفس أشوفكم في حياة كريمة نفس أشوف المصري والمصرية وأمي وأبويا وأختي وأخويا عايشين في حياة كريمة لكن تلاقي الشارع تلاتة متر طب ده هتخشين له المطاف إزاي لو حصرت حريقة طب ده الناس هتعيش في إزاي ده هتسلموا على بعض من البلكونات هتسلموا على بعض لو واحد هو وزوجته في قضية النوم جاره هيسمعه لو واحد هو وعياله بيتكلم كلمتين كده جاره هتسمعه هي دي المصيبة اللي احنا مش وقدين بالنا منها إن المفسدين هم السبب فيما نعيش فيه الآن وسيادة الرئيس مشكورا شفناه بعننا رايح وعمل منظومة يمكن أنا ليه مقال مبارح في جريدة الجمهورية في الموقع الإلكتروني ياريت الأستاذ وليدي ينزل لنا المقال ليه مقال في جريدة الجمهورية مبارح نازل بخصوص حياة كريمة أنا بقول إن مشروع حياة كريمة اللي طرحه سيادة الرئيس في بداية هذا العام هو مشروع قومي من الدرجة الأولى ولا يقل أهمية عن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة طب أنت بتقول كده ليه بقول كده عشان نفسي نفسي زي ناس كتير نفسها تشوف الناس عيشة كويس ما يبقاش فيه عشوائيات يبقى فيه طرق ممهدة يبقى فيه صرف الصحي ويمكن نتكلمنا على الكلام ده في الحلقة اللي فاتت يبقى فيه وحدة صحية متكملة يبقى فيه وحدة مطافي متكملة يبقى فيه وحدات رعاية مواطنين وتضامن اجتماعي في كل قرية في مصر لكن النهاردة الفساد وصلنا لكده الفساد هو اللي وصلنا للإرهاب ما هو شاب من الشباب الإرهابي مثلا اللي احنا بنشوفهم ربنا ينتقم منهم يا رب ممكن تكون سبب من أثبته أن يصل لمرحلة الإرهاب أنه ملقى الشغل عشان كده أنا بدعو أن يكون هناك نظرة للشباب ثاقبة لما يكون في عمران مش هنلاقي الشباب ضايع لما نلاقي عمران مش هنلاقي الشباب وقف على النص يبيشرب مخدرات قال لي بالحق أنا فتحت الهوى النهاردة مع حضراتكم برضو بخصوص مشكلة المخدرات عشان بقت مشكلة رهيبة ليه بقى افتح الهوى وبقول للناس يدخلوا معايا لأن دي أزمة حقيقية على الأرض الدولة مشكورة بتحارب وزارة الداخلية بتحارب الجهات المعنية بتحارب بس للأسف ده من ضمن الفساد اللي احنا بنعيشه بجد الفساد الحقيقي على الأرض إن انت بتضمر شباب مص بيتضمروا بايه؟ بالمخدرات شاب بطلع مهندس دكتور أو طلع مثلا آآ يعني مدر يعني أيا كانت الشهادة اللي هو بيحملها مش لاقي شغل فيقعد على الأهو يجي واحد صاحبه فاشل يقول له يا عمي طب ما تيجي نشرب نضرب السجرتين دولة عشان تهدي نفسك بس فيبتدي يشرب معاه ولا أعزوا بالله والمخدرات دلوقتي بقت أرخص مما تتخيل ألو أستاذ دوائل بحكي حتاتك على برنامجك الجميل وعلى مواضعك الجميلة المفيدة للمجتمع المصري الله يكرمك وحضرتك النهاردة بتتكلم في موضوع المفروض كل التلفزيون والإعلام يتكلم فيه المخدرات والشباب اللي ضحايا الفقر والبطالة وبياريت كل الإعلامين وبقى زي حضرتك نتكلم في المواضيع المهمة اللي زي دي ربنا يكرمك يا فندي ربنا يكرمك بحي معاليك بحي معاليك وطحية مصري برجاليتها بشرفة اللي زي حضرتك انت شفت معانا سيادة الرئيس لما راح عزبة الهجانة يا أستاذة منال طبعا يا فندم احنا كلنا بندعم الرئيس وبندعم معاليك وبندعم أي فكر كويس للشباب وإحنا بنقول تاني إحنا بنقول تاني الشباب إيه هتحايا الفقر والبطالة نعم طيب انت في منطقتك في مخدرات يا أستاذة منال طبعا كتير وعلى المواصل وحاجاته وإحنا بنخاف نطلع بناتنا وإنا في ذات نفسي أنا بخاف أطلع فشيء بقى منتشر قوي وما بقاش لازم يبقى فيه وعي يا فندم ولازم البرامج أنت وغير حضرتك وكل البرامج الإعلامية تكتلم في المواضيع اللي زي دي طيب حضرتك في حد قريب ليك أو مثلا يعني في الأسرة أو تعرض لأزمة الإدمان لا لا ما عندهش حد في أسرتي بعرض من أزمة الإدمان بس معايا جراني ومعايا ناس أنا معايا واحد جاري هنا مات من البدرة وصايب عيلين وبسمع وبشوف في الشارع لكن أنا لا ألا ولاها الحمد قالي ما فهمش حاجة بس هو برنامج حضرتك جميل جميل وأنا بحي حضرتك مرة القلب وتشكرين يا أستاذ زمنان أنت تتنورينا في أي وقت حضرتك ربنا يخلي معليك لأ حقيقي حقيقي برنامجك جميل ومواضعك أجم ورائعة الله يكرمك ادعي لنا بقى ادعي المصر كده الشباب بيرجع تاني ونحفظ على شبابنا ويحفظ الشباب هيا رب آمين يا رب العالمين شكرين شكرين الأستاذ زمنان شكرين شكرين طيب أنا شايف أن دي أصبحت أزمة حقيقية هي مستمرة عشان بس ما حدش قولنا أنا جايب أزمة لا دي أزمة قديمة ومن قدم الأزل وما زالت مستمرة وللأسف هتستمر لأنها في كل دول العالم هذه أزمة حقيقية لكن إحنا النهاردة عندنا مشكلة في أرض الواقع أنا النهاردة برضو بحب أوجه عناية إخواتنا ورجالتنا في وزارة الداخلية عايز أقول لهم حاجة مهمة جدا المشكلة مش في المتعاطي المشكلة حضرتك لما بتنزل تقبض على الشاب اللي وقف عن نصية بطعاطة ده أو مثلا الشاب اللي هو يعني لقيت مع مخدرات إحنا عايزينك تجيب رأس الأفعى تجيب لنا التاجر الحقيقي الذي يدير هذه العملية على الأرض المتسبب في أزمة شبابنا وضيع شبابنا محتاجين يا جماعة محتاجين نحارب دول بشتى السبل أنا عندي فكرة نفسي أطرحها معكم ويريد كل الناس تشاركني فيها الفكرة دي إن النهاردة أهلنا في كل حتة لازم يكتهدوا مع بعض عشان يحافظوا على شبابهم ما تخافوش النهاردة المسؤول قاعد على التليفون كان زمان تقول أنا صعب أروح للمسؤول النهاردة لو رفعت السماعة عندك خطوط سخنة ترفع التليفون وتتصل وكلها معاها محمول النهاردة تصل على المسؤول الخطوط السخنة بلغهم في الشارع الفلاني فيه واحد بيبيع مخدرات حافظ على أخوك حافظ على أختك حافظ على جرانك ويمكن شفنا كتير من الجرائم حدست وبتحدث بسبب المخدرات دي مصيبة كبيرة لازم ننتبه لها جماعة المجتمع زي ماسيات الرئيس أو يعني كذا مرة يقول احنا كده مش هيبقى لوحده كلنا مع بعض ازاي كلنا مع بعض انا وحضرتك وحضرتك وحضرته لما بنتضام النهاردة احنا عايشين في منطقة معينة شايفين واحد بيتجر في المخدرات بيئذي شبابنا بيدمر شبابنا بيدمر حياتنا نسكت يبقى ما عندناش دم هتقول لسه انا خايف على نفسي وخايف على ولادي ده لو عرف ان انا بلغت عنه هيوديني في دهيا هيجي لا يا حبيبي لا يا حبيبي الكلام ده بالعكس ده انت لما هتسيبه هتتفقم الازمة مش هتعرف تمشي بعد كده انت وبنتك في الشارع لكن لما تبلغ عنه وتوجه الجهات المسؤولة بمكانه ومكان تجارته وسفلته انت بتنفع المجتمع وربنا هيدي لك الاجر انت كده بتخدم وطنك انت كده بتخدم بلدك لكن تسيب اللي بيشرب مخدرات اللي هو بيتجر في المخدرات تقول انا خايف اصله هو يعني صايع ممكن يضربني ممكن يأزيني لا الخوف مش هيصنع وطن خلي بالك الخوف مش هيصنع وطن الو الو ايوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا استوز محمد والله استوزي هبقى تكلم عن مشكلة المخدرات برضو لانها اصبحت مشكلة كان تقريبا تلتين الشاعر تمام فدي حاجة طبعا جدا والشباب كله النهاردة اتفصل يا ريب وشباب وحاجة اتحزن بجد يعني حضرتك طيب انت انت شايف شايف ازاي نحل يعني من وجهة نظرك نحل المشكلة دي ازاي في ظل يعني برضو الاجهزة ما بتأثرش برضو او بتجتهد على قدر المستطاع والله يا استوزي لازم يكون فيه توعية من المجتمع نفس يعني التوعية دي بس بقولك انا عايز فقطعك يا استوزي محمد انا مش عايز الكلام العادي التوعية والوعي والكلام اللي هو الايه مش هيأكلنا عايش انا عايز حاجة على الارض عايز حاجة الناس تبقى على الارض بتعملها ما هو ما التلفزيونات شغالة والازعات شغالة والعلماء في كل حتة بيتكلموا حرام الوخدرات حرام مثلا انا عايز حاجة تنفع المجتمع بجد ازاي يقطع ايد اللي بتغرف المخدرات دول نحافظ على شبابنا ازاي ما فيش حل سيئة غير انك يعني هقولك حط على كل واحد عسكري يحرصه مش هيزة اطعب غير اذا كل واحد شاف شغله وشاف نسلحته وتوفرت فرص عمل للشباب بيت والفرص كويسة انهم نختغلوا وقتهم فيها بدل الكلام ده كله والله لو بيدي الامر اللي حط عسكري على كل واحد طالما هيفسد في البلد هعمل ايه طالما هيفسد شبابنا وولادنا واخواتنا لكن انا بقول النهاردة حضرتك ليه جار تمام لو الجار ده بيتجر في مخضرات هتسيبه المصيب يا فهن دي سجار المخضرات كلك معرفين يمكن تعريب كلمة معرفين دي حضرتك عملت ايه معلش بقى استقطاعك وقت السيد محمد السيد محمد ممكن تسمعني السيد محمد ممكن تسمعني سؤال بسرعة عشان اختم مع حضرتك انت عرفهم صح كده اه بلغت الجهات المسؤولة اكيد طبعا بلغت ولا ما بلغتش بلغنا كان بلغ حضرتك طيب الحكومة نزلت لهم نزلت لناس واسبت ناس طيب بلغتاني لكن لو انت سكتب انت مشارك معاهم سمحني ما هو ده احنا كده المجتمع المجتمع يا قصص محمد وحدة وحدة المجتمع وحدة وحدة انا وانت في صف واحد في كيان واحد لو كل واحد تحمل المسؤولية طيب انا 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 متشكر لحضرتك يا قصص محمد عن مداخلة اللي حضرتك دخلت معنا بيها وبنشكرك للتواصل معنا في البرنابوك شكر شكر طيب انا محتاج الناس تتفاعل محتاج النهاردة في اي كيان في اي حتة في اي منطقة في اي بلد في اي قرية في اي مدينة في اي شارع لو عرفت ان فيه تاجر مخدرات بلغ عنه حفاظا على شباب مصر حفاظا على اخوتنا حفاظا على اولادنا حفاظا على كل من هو يحمل الجنسة المصرية لكن النهاردة سكوتك ده اشتراك معاه انت بتشترك معاه في الجريمة انت كده بتساعد على انهزام بلدك طيب النهاردة لما شربت كلهم اشربوا مخدرات فين الدكاترة فين العلماء فين المهندسين فين الاطباء فين المدرسين هتقول لي توعية والله الولد الصغير النهاردة والبنت طلع عارفة الغلط من الصح النت والسوشيال ميديا ما ثابتش حاجة ما فيش حاجة ثابتها كل حاجة معروفة النهاردة الصحة معروف والغلط معروف بس الاسف عندنا سلبية السلبية دي اللي عملت عزبة الهجانة وتل العقارب وعزب كتير ومناطق عشوائية كتير وهي دي اللي مالت سجنة بالناس المتاجرين بالمخدرات لذلك أنا أبدعو إخواتنا في الشرطة المصرية اللي هم مسؤولين عن عن أن هم يعني يحاربوا هؤلاء يعني حاول تجيب التاجر بأي شكل حاول تجيب اللي بيساعد على تدمير الشباب حاول تمنع من الحدود المصرية وأظن أن ده بيحصل كذا مرة الحمد لله في مواجهات حصلت من من قوات حرص الحدود الحمد لله وأنا بشكرهم إن في كذا مرة تحدث أطنون من المخدرات كنت هتخش البلد لكن بفضل ربنا قدروا يقطعوا عليهم الطريق طب هم اللي بدخلوا دولا عاوزين عاوزين دمروا شباب عاوزين دمروا البلد الشباب هم ثمرة مصر من غير الشباب هنعيش إزاي من غير شبابنا ورجالتنا وإخواتنا لكن النهاردة تلاقي العي الماشي يعني رسم طقطاء كده للأرض وتعبان مش قادر يصلوا بطوله ليه؟ خد مخدرات لا حول ولا قوت إلا بالله دمرت صحته يقولك أنا ده فيه ناس تقولك أنا معرفش اشتغل لما يعني أنا آسف يعني ياخد برشامة ولا حاجة يعني حاجة 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 صعبة ألو ألو أهلا وعليكم السلام مع حضرتك عنطر نوكيا من المباب أهلا وسهلا يا سيد عنطر حضرتك بالنسبة لحضرتك الحالة طبعا عجبتني حضرتك بتتكلم عن المخدرات ودهش يتكلم تليه بكده فضل بالنسبة لحضرتك المخدرات دوقتي بقت مالية منطقة مبابا ومش منطقة مبابا بس ده كل المناطق المجاورة زي منطقة بشتيل اللي أنا بكلمك مينها يعني تفضل مع حضرتك تفضل مع حضرتك فن اتفضل أنا سامعك حضرتك بالنسبة للمخدرات الانتشرت بطريقة غير عادية عنواتي بالنسبة للمنطقة بشتيل بالأخض ناقص فيها تجارة المخدرات طب حضرتك حضرتك في نمازك حقيقية يا أستاذ عنطر أستاذ عنطر سامعني ايه مع حضرتك فن انا شوف في نمازك شفتها قدام عينك اتدمرت بسبب المخدرات يا حضرتك شباب زي الورد هكسم بالله اتدمرت قدام عينينا طبعا وكل بقى حضرتك احنا المناطق الشعبية دلوقتي بقت عشوائية بسبب المخدرات يعني المناطق الشعبية تحولت العشوائية بطريقة غير عادية طيب انت شايف من وجهة نظرك بطريقة غير عادية كنت كلها ان الشباب في يدية شباب زي الورد طبعا ده شيء بيزعلنا ويأثر فينا حضرتك سمعني يا سيد عنطر سمعني طيب انا عاوز رسالة منك يعني نقدر نحلي بها ازاي الازمة دي من وجهة نظرك سمعني الدولة ان هي دعم موضوع موضوع تجارة المخدرات حضرتك ان احنا نوقف المهزلة اللي بتحصل دي بالنسبة للمخدرات بطريقة غير عادية يعني تمام شاكريني يا سيد عنطر شاكريني يا حضرتك طيب الناس مستاءة من الموضوع ده لان شافت قدامها نمازج كويسة نمازج سيئة كتير بسبب المخدرات احنا محتاجين يبقى فيه نوع من انواع الانضباط في الشارع معنا مداخلة الو الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ممكن تحدد للمكان بالزبط لو سمحت هو بص هو كبره معروف مركز المحمودية في حيرف كبري في هو مركز المحمودية معروف لدرجة لدرجة يعني بتوع المخدرات كمان يعني ايه سرعوا الكابلات حضرتك بتاعت الكهربا خلوا كبري يعني كبري جميل كبري سياحي يعني الناس كان بتيجي من اسكندرات سوى الكبري سياحي طب يا أستاذ إبراهيم حضرتك حضرتك كمواطن مصري ليه ما بلغتش الجهات المعنية ما التليفون النهاردة الخطوط السخنة ما ثابتش مجال ان الناس تقعد في البيوت سكتة ما هو حضرتك برضه انا هقول لحضرتك الحكومة معذورة برضه يعني هو فيه اكتر من الكابلات بالسرق لا انا مش بتكلم عن الكابلات انا بتكلم بتكلم عن المخدرات انا بتكلم عن المخدرات انت بتقول الكبري ده اصبح في تجارة مخدرات صح كده علنا طب ليه ليه ما صورتش ليه ما صورتش المشاهد دي بتليفونك وبعدتها للمجلس الوزراء او تواصلت مع حد من المسؤولين والله حد برضه فيه حد برضه من عند بلد بلغنا اتعيبنا في الموضوع ده كبري فهو ده بقى حاجة يعني يعني الواحد طب هو انت وانت معايا كده انا بقدم بلغ رسمي للسيد وزير الداخلية والسيد مدير امن البحيرة بان قبر المحمودية في البحيرة فيه تجارة مخدرات بالليل ولا بالنهار حضرتك بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار وبيعيني يا ريت بوجه عناية السيد وزير الداخلية وانا عارف ان الرجالة ما بتسكتش وبتنزل في كل وقت احنا محتاجين نسمع كل الناس باي مكان فيه تجارة مخدرات حفاظا على شبابنا وبناتنا وولادنا شاكيني يا رسيس الرئيس شاكيني 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 الله خليك وارجع وارجع واقول برضو فيه نقطة مهمة جدا برضو كنت ما اتكلمت عن التكاتك يا جماعة وقلت ان الدولة من حقها تاخد السرافيز بتاعتها ده حقها لكن ما تروحش في جيب الفسدين انا بحارب الفساد مع سيادة الرئيس ومع اي وزير ومع اي مسؤول احنا بنحارب الفساد لازم نقطع ايد المفسدين طب النهاردة برضو فيه جزئية مهمة اخلاق سوائل التكاتك برضو اخلاق سيئة معظمهم لما تيجي تركب معاه الناس بتقول تيجي تركب مع واحد يبقى المواصلة مثلا باتنين جنيه او بخمسة جنيه يقولك هات عشرين جنيه وتلاقي خنقات في كل شوارع مصر اللي فيها تكاتك اللي سايق التوكتوك اللي ركب معاه ليه اصلا عايز مني عشرين والمشوار بتلاتة جنيه اصلا عايز مني تلاتين والمشوار بعشر جنيه فانا بوجه عناية دولتنا لو هنستمر في موضوع التكاتك وانا اظن انها لن تستمر طويلا لو هنستمر بهذا الشكل لازم يبقى فيه تعريفة يبقى فيه تعريفة متفق عليها المشوار كذا او المنطقة او الدوران في منطقة كذا بمبلغ كذا كنا زمان لما نروح كرة من محافظات الارياف او الصعيد كنت تركب التكس تلاقي التكس لا يزيد عن تلاتة جنيه ليه داخل المدينة يقولك اي مشوار بتلاتة جنيه او اي مشوار بخمسة جنيه ده انضباط ده شيء من الاحترام انت بتحترم المواطن وبتحترم فكره لكن النهاردة ستة كبيرة رجبت ليه ستة بقى كبيرة يعني روح بس يصلها يلاقي كذا مثلا ايه العز باين عليها هاتي 20 جنيه حجة تقوله يا ابن 20 جنيه ايه ده انا رجبة من اول الشارع مهزلة اخلاقهم برضو زبالة اخلاقهم غير غير مهذبة لزا وتلاقي معظمهم بيشرب برضو مخضرات الو ايوة اتفضل يا فندم شزيز محمدcur شارعاه انت rider اتي تفضل ايوة فندم اتفضل اه والله يا فندم عندنا منطقة كده اسمعة الشهبق بس منطقة ايه منطقة ايه ممنطقة اسمعها الشهبق ممكن انت نايم Nig當然 لا انا صاح يا فندم طب عالي صوتك الى محمد كده انا عايزك صاحي كده باقولك يا فندم انا في منطقة ع caregiver هنا هنا اسمها الشوبك باسطة. شوبك? اه الشوبك باسطة. واسطة. دي فين يا فندم فين يا محمد? دي المنطقة دي يا يا فندم يعني تعتبر زي اه ما وباء كده من بيتابره. طب انت انت عملت ايه محمد? انت بلغت الحكومة يا محمد? يا فندم من الحكومة الحكومة فهم اه يعني مش عايز اقولك اما بنقصصه معاه. ايه ايه? انت قلت ايه? والله ده معاه بكلمك يا فندم. لا ده كلام بالعلام. بص يعني مش هنقول كده عشان مش احنا ما شفناش حاجة بعينينا. لكن هو ممكن المجرم يوحي اليك او يوهمك ان هو على اتصال بالحكومة. لكن مفيش حكومة هترضى ان شبابها تضيع. مفيش مسؤول هيرضى ان ولاده يضيعه. النهاردة اللي بيفضل مع الفساد هيجي هيدوق مرارته. هيلاقي في ولاده. هيلاقي في بناته. هيلاقي في اهله. لازم يزوك مرارة. ما افسد. ده عدالة ربنا في الارض. الكيان اللي ربنا خلقنا فيه ده كيان حق. مش كيان باطل. عمر الباطل ما هيعلو على الحق. طيب انا بنا معايا وانت معايا كده يعني المكان منطقة شبك وسطة. فين في الشرقية؟ الشبك وسطة يا فن مركز ايه مركز ايه؟ مركز زازيق. الايه؟ مركز زازيق. الزازيق؟ اه. ماشى محمد. شكنيها محمد. اه. كل منطقة فيها وفيها وفيها في الشرقية وفي البحيرة وفي القاهرة وفي الجيزة. محتاجين نتضامن. اه انا عارف ان الحمل كبير على وزارة الداخلية. وهم يعني على قد المسؤولية ان شاء الله. والوضع اختلف طبعا عن عن زمان. انا عارف. والامور. بس احنا محتاجين ننضابط اكتر من كده. محتاجين المجتمع نفسه يقوم مع نفسه. ما ينفعش الناس المسؤولين دول هيحربوا بناءا على ايه؟ على معلومة. النهاردة زابط المباحث. او رئيس المباحث. او امين الشرطة. او غيره. هو بيكتهد في ايه؟ بيكتهد ان هو تجيله معلومة. لو سكت عليها يبقى فاسد. لكن لو خدها واهتم بيها. وراح ونزل وشاف وتحرى. هو ده الشغل. لذلك انت كمواطن وانت كمواطنة تقدروا تغيروا حقيقة ما تعيشون. الو. الو. تفضل يا فاند. سيد محمد من مدينة السلام. تفضل. الو. الو. تفضل يا سيد محمد. ازاي حضرتك? اعمل ايه? اهلا وسهلا فانتفضل. اه بقول لحضرتك هو عندنا برضو هنا برضو شباب ضاعة استروكس. منطية ايه حضرتك? منطية ايه? منطية ايه? منطية السلام. مدينة السلام. ايه في ما السلام كبيرة عايز عارف فين بالزبط? في اه اسكندرية. مساكن اسكندرية. مساكن ده ده في القاهرة دي? ايه في مدينة السلام. اه شارع ايه? هو المحمودية القديمة. طيب حضرتك بلغت الجهات المعنية? والله يا اما مش مديني فرصة. يعني ايه مش مدينك فرصة? يعني هسألك سؤال يا سيد محمد وانت معايا كده. اتفضل. حضرتك معاكش موبايل? معايا موبايل. طب ما كلمتش ليه الخطوط السخنة? طب حضرتك انت كلمتني انا. انت عايز تطلع معايا على الهوى. وتتحدث قدام مصر وما تكلمش الجهات المسؤولة. انا لقيت حضرتك. انا اتشرف على فكرة. انا اتشرف ان انا اسمع صوتك. واسمع صوتك. والناس كلها تسمعك. بس انا عايز افهم. انت ما كلمتهمش ليه? مبلغتش عنهم ليه? حضرتك مراتي بلغت. وانا معرفش ايه هو الخط الساخن دو. طيب. لو حضرتك معاك. بص حضرتك. مبدئيا مبدئيا هديك رقم خط ساخن. وده مفيد جدا للمصرين كلهم. 16 528 ده الخط الساخن بتاع مجلس الوزراء. يا ريت الاستاذ محمد عبسلامي نزله لنا على الشاشة. 16 528 ده الخط الساخن بتاع مجلس الوزراء. تمام? وفيه خطوط ساخنة للابلاغ عن تجار المخدرات في وزارة الداخلية. 16 528. ده خطوط ساخنة هيبلغ هياخد منك هياخد منك بلاغك. هياخد منك رقم بطاقتك وهيهتمل بالبلاغ وهيتفاعل. انا انا طالما انا ماشي تليم انا ما عنديش اي. حبيبي الغالي ما هو انت كده يعمل زي جوحة. جوحة كده ما كانش نافع للمجتمع. لكن انت النهاردة لما تسكت هتلاقي في مرة واحد بيعاكس بنتك من تجار المخدرات. صح? هتلاقي واحد ياخد ابنك يقوله تعالى اشرب السجارتين دول. او تعالى اخد البرشامة دي. هترضى. هتسكت. طيب بص يا استاذ محمد بص يا استاذ محمد وانا على الهوى هو رسالة لكل المصريين. الخوف ما بيصنعش وطن. الخوف ما بيبنيش. الخوف بيموت. حضرتك لو بلغتي محدش هيعرف عنك حاجة. مش هيقوله محمد اللي ساكن في في مدينة السلام هو اللي بلغ عن المخدرات. مش هيعرفه. حضرتك انت بتساعد دولتك. بتساعد كيان. بتساعد المصريين. بتحفظ على الشباب. على ولادك وعلى بنتك. لكن هتقولي انا خايف ابلغ. اصلهم هي. طيب هم لما هيتها يعني هيتجبروا وهيسيطروا. انت هتضعف. انا محتاج محتاج منك تتعاون مع جهزة الدولة. وسمحني على انفعالي. انا منفاعل عشان شبابنا. وعشان اخوتنا. وعشان بناتنا. انا مستحملش اشوف واحد بيتجر في المخدرات في منطقتي. لا يمكن تتقطع رئابته. بالحكومة. شكرا يا استاذ محمد. سامحون يا جماعة على انفعالي. بس انا بنفعل لان مهازل بتحصل. اه الاستاذ محمد كان معانا نفس النموذج اللي انا بقول عليه. هو شايف بعينه. شايف ان في ناس بتجر في المخدرات وبتدمره الشباب. تسكت ليه? ما هو السكوت ده? اللي عمر خلى الفساد بقى مسطح وبانوا عماير. لكن الفساد لو دمرناه قطعنا جدوره البلد هتتعمر. بالمناسبة النهاردة يا جماعة يا ريت الاستاذ محمد ينزل لنا صورة ساعد الدين الشازلي لان النهاردة عشرة اتنين بمناسبة ذكرى وفاته العاشرة. وانتوا معايا كده يا جماعة الفريق ساعد الدين الشازلي. عشان بس واحنا برضو هنستمر في استقبال مكالماتكم. هذا الرجل صنع تاريخا. هذا الرجل الذي امامنا الان صنع تاريخا. هو رجل من رجال القوات المسلحة المصرية. حارب في معظم حروب مصر. اتنين وخمسين. حرب الاستنزاف. حرب اليمن. وكان الرجل الاقوى والاصلح في تلاتة وسبعين. هو من الغربية من محافظة الغربية من بسيون. من ضمن الحاجات اللي عجبتني اولا ما قرأت عنه. بيقوله نفس الامور اللي تحببك في اي انسان. بيقولك كان رجل متواضع. كان يعلم حقيقة القيادة. كان رجل قائد فعلا. ادار حرب اكتوبر لدرجة ان موشى ديان. قال عليه. ان مصر تمتلك قائدا عزيما. اسمه سعد الدين الشازل. قال موشى ديان. موشى ديان قال على رئيس الاركان المصري. سعد الدين الشازلي. ان مصر تمتلك قائدا عزيما. معنا اتصال يا جماعة. طيب. انا بتذكر معكم هذا القائد. الذي كان سبب في عزة المصريين دلوقتي. احد اسباب عزة المصريين النهاردة. ودايما الرجال القوات المسلحة الشرفاء. مصدر عزة. القوات المسلحة المصرية. دايما مصدر عزة. وفخر. واللي يقول لك اصل الجيش مش عارف بيعمل كذا. والجيش. دي اشياء بتبقى اشياء آآ يعني مضافة لعمل القوات المسلحة. وعمل القوات المسلحة معروف. لو ما عندكش قوات مسلحة قوية. فيها رجاية زي سعد الدين الشازلي. وكثير من القادة العظماء. ما كاتش مصر تفضل موجودة دلوقتي. ما كنتش تقدر تقدر تقطع دول. عايزة تنهب البلد دي. ما كانش يبقى لك استمرارية. ما كنتش تقدر تسترد. دهب وسينة. تحية. لكل عظماء. من القادة الى الجندي. في القوات المسلحة المصرية. تحية اعزاز وتقدير وتشريف واحترام وتقدير. مش تطبيل يا حمير. دي الحقيقة. اما بيكون عندك جيش قوي النهاردة والحمد لله المركز المصري العالمي. وصلنا لمركز متقدم. نتفوق به على كل الدول العربية في الشرق الاوسط. واصبح الجيش المصري متقدم مركزا متقدما بقوة سلاحه بقوة رجالته بقوة عتاده بقوة بلاده. هي دي الحقيقة. لكن تقول لي اصلاح احنا مش قادرين لا احنا الحمد لله بفضل الله قادرين ومسيطرين ومستورين ومحفوظين. تحية للقائد العظيم الفريق سعد الدين الشازلي في ذكرى وفاته العاشرة. وارجع لحضراتكم برضو من الحاجات المهمة برضو. عشان برضو احنا عندنا حاجات بتحصل. من ضمن الحاجات. فيه فيه مشروع قومي اسمه تطوير القاهرة القديمة. سيد الرئيس عفتاح السيسي من ضمن توجهاته ان فيه تطوير للقاهرة القديمة. آآ الضرب الاحمر. الموسكي. الفجالة. رمسيس. العتبة. المناطق اللي هي كانت وما زالت فيها آثار وعبق تاريخ. النهاردة الاماكن دي اصبحت اماكن تجارية بحتة. وللأسف التجارة والبيع في الاماكن دي خلى المنظر والمشهد مش لطيف. فيه زحام شديد. فيه ناس مش محافظة على القيمة الاثرية. طيب النهاردة هذا المشروع فيه اشاعة وردت وتمنا فيها النهاردة من مجلس الوزراء. الاشاعة بتقول انه سوف يتم ازالة سوق العتبة والفجالة وسوق الموسكي. والباع الجائلين. طيب. انا هقول لحضراتكم من ضمن الحاجات. النهاردة مجلس الوزراء. ياريت ينزلينا التجذيب لأستاذ محمد عبدالسلام. فيه تجذيب من مجلس الوزراء. ياريت المنشور ينزل. تمام. المنشور هيزيله. لأ. هو هيتم التطوير. خط التطوير. مين يكره التطوير. مين يكره النظافة. مين يكره يشوف الشوارع جميلة. يبقى انت ما بتفهمش. عايز تعيش في خرابة. لأ مش هتعرف مش هنعرف نيش بقى. لازم يبقى فيه نوع من انواع التطوير. طيب البعض جائلين دول فايروحوا فين. مش هيمشوا. هيتم تطوير اماكن منظمة. لهم. يبقى فيه اسواق منظمة. واسواق تبع حي القاهرة. تبع محافظة القاهرة. بشيء من من الانضباط. بشيء من النظافة. بشيء من الجمال. لازم نحافظ ونعمر بلدنا. تمام. يبقى ما فيش ازالة للأسواق. ولكن في حاجة اسمها التطوير. احنا مع التطوير. لو انت مش مع التطوير خليك عايش في الخرابة. ما بقاش فيها. مش عايزين خرابات خلاص. عايزين الناس تنضبط. عايزين يبقى فيه شوارع كويسة. مرور. فيه سيولة مرورية. فيه امور منضبطة. نفسنا نعيش حياة كريمة. لذلك الناس تقول لك انا روحت. انا روحت التجمع الخامس. انا خدت شقة في العاصمة الادارية. طيب هو بيروح هناك ليه? عشان هناك الحياة ارقى واهدة ومنظمة. انت بقى مش عايز تشوف حياتك منظمة ليه? عايز تفضل تفضل في الهم ليه? فيه ناس من من ضمن اهدافها يفضل الهم ركبها. ما ينفعش. فيه اشاعة تانية برضو النهاردة تمنى فيها يا ريتل استاذ محمد ينزلها لنا. اشاعة هل العام الدراسي هيبدأ ولا مش هيبدأ? فيه ناس مطلعة اه على السوشيال ميديا بيقولوا ايه? بيقولوا ان المدارس هتتلغي. هيلغوها يعني وزير التعليم هيطلع يطلع يطبقان ان هو هيلغيها. طبعا مجلس الوزراء النهاردة مشكورا معنا اتصال الو? الو? ايوة. مسائل خير? مسائل نور يا فاندي. المستشار واقل. اهلا وسهلا يا فاندي. حضرتك انا اتشرفت بحضرتك النهاردة وتشرفت بالبرنامج وفكرة البرنامج. طب ممكن ممكن اعرف ممكن اعرف معايا مين طيب? شريهان شحيطة. اهلا وسهلا يا استشار شريهان. اتفضلي. مسؤولة في العلاقات العامة وقدرت التسيق مجلة اهلا وسهلا يا فاندي. اهلا بحضرتك يا فاندي. سيادة المستشار حضرتك النهاردة تكلمت على حاجة هادفة جدا. اتفضلي. اه كون ان حضرتك تتكلم على الحلقة النهاردة على المخدرات او الشباب اه يعني اي عنواع مخدرات بتأدي الانسان انه يكون عقله مغيب. اه. دي حاجة مرفوضة في المجتمع عشان الواحد ينسوا يشوفي الشباب في حتة تانية افضل من اللي هم فيها. تمام. فكل اخي لينا. وبصراحة انا اتشرفت النهاردة وقدت مبسوطة جدا بالحلقة ان حضرتك بتتكلم. انا مش عارفة اقول من كتر ما انا مبسوطة بالموضوع انا مش عارفة اتكلم. انا انا سعداء بحضرتك ومدخلتك. انت من وجهة نظرك نقدر نحارب الموضوع ده ازاي? نقدر نحارب بالتوعية. بان فيه ممكن ممكن فريق. انا بصراحة كلمة التوعية دي يا اساسي الشرهان سبحيني وانت يمكن يعني مسؤولة علاقات عامة. انا كلمة التوعية دي كلمة يعني كلمة عامة انا عايز عايز حاجة على ارض الواقع. الحاجة اللي على ارض الواقع. اه. يعني احنا ممكن. يعني هسألك هسألك حضرتك سؤال بشباب وبنات. اه هسألك سؤال على الهواء هسألك سؤال. تفضل انت شفتي ناس مثلا بيتجروا في المخدرات وسكتي? لا يا فاند. طيب لو انت شفتي النمازج السيئة دي هتسكتي? لا بحاول على قدر الاصطاع. لو فيه انسان اعرف اتلم معاه انا انسانة من طبيعة تجارية اشوائية. ما هو حضرتك هتتكلمي معاه بشخصك يبقى احنا كده معلش هتحدث مشدات هو مش هيقبل منك. لا مكيش مشدات انت بتخطب الناس على قدره اقوله ولما تلاقي انسان دماغه مغيبة اكيد انت مش هتقدر تتكلم معاه بطريقة ايه انا معاكي بس هو. لا انت ممكن تزعله على نفسه. هو هو مش هيوصل. هو مش هيوصل. هو في نقطة في نقطة يا سيد شرهان. هو عشان وصل للمرحلة الاتجارة في المخدرات. ما عندوش استطاع يا قبل. لا اتجارة في المخدرات حاجة. اه احنا بنتكلم على 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 الاتجار في المخدرات مش المتعاطين. متعاطين دول لهم بقى قصة تانية يعني ان شاء الله باذن الله نبقى نفتح لها مجال. ما احنا لو ايه درنا نسيطر يا فاندي المدالة انا اصدق اقوله. لو قدرنا نعمل حملات توعية من الشباب تطلع كنظر يبرا يبقى حاجة من ضمن الدراسة اللي هم في الجامعات اللي هي كل طب نفسي اه اي حاجة تنمية بشرية اه يعني الناس الشباب والبنات اللي طالعين اللي عندهم افكار اللي يطلعوا يتكلموا يعملوا حملات توعية زي الحملات زي الحملات الصحة. طب هي البلد برضو بلدنا مشكورة على فكرة الكلام ده واقعيا موجود. انا مش بتكلم على البلد. البلد بتقوم بدورها والمسؤولين الكبار وسيادة الرئيس بيقوموا بأدوارهم. واحنا لازم نساعدهم. انا نفسي بقى نفسي. انا نفسي في الجملة اللي انت قلتها لازم نساعدهم. لازم نساعدهم. لانهم مش هشتغلوا لوحديهم. اه اه. العلم النفس والطب او التنمية البشرية لما بتوعوا تتكلم مع انسان كتير الزن على الودان يا فندم امر من الصحة. تمام. انت لما بتوعوا تتكلم مع انسان كتير كتير فحاجة غلطة وبيعملها. وتقدم له ايد الخير فحاجة تانية اكيد بيطعم اللي هو فيه. بتشوف ايه النقص اللي وموصله لدوته وبتحاول تكمله. فاحنا هنعملها زي تمرين ترين في الشارع. برضو خلي يا بل حضرتك. الناس النهارده يا أستاذ الشرهان وحضرتك معايا كده على الهوى. ما بقاش عندهم يعني ما عنده. هو بيدور على لقمة عيشه ولاده. ما عندهش وقت. هو نفسه يشوف حياة نظيفة. يأكل اكلة كويسة. يروح شغله ويرجع من شغله بالسلامة. يلاقي مراته محضر له الاكل. ما عندهش. في ناس ما عندهاش القدرة زي حضرتك كده مشكورة تنزل تواجه دول. ما عندهمش. لا يا فندم احنا لازم اي حاجة فيها فساد نواجهها. وننزل الشرع واللي ماشي في الشرع وشايف اي وضع غلط لا دي نتكلم. اي هو دا لنا بقى. وعندي امراتي وعندي بيدي. هو دا لنا عايزه بقى. هو دا لنا عايزه من المصريين. نواجه بقى عندنا جهات معنية. نواجه نتوجه على طول. نوقف بجانب يعني نوقف بجانب المسئولين والناس وكل اخواتنا. سدقيني. سدقيني بس اي حاجة. لا لا لا. معهم الحاجات دي بس باسلوب راكي. باسلوب باسلوب متحدد. باسلوب كتيبة وعلم نفس. بس يا سيدة شرهان احنا مش بنقف جنب المسئولين. احنا بنقف جنب اولادنا. احنا بنقف جنب جنب بعض يا فندم. اه جنب اولادنا. اولادنا هم اهم حاجة هم اللي هيعمروا. صح. انا انا متشكر على المداخلة الجميلة بتاعت حضرتك واتمنى ان شاء الله تتابعينا. انا دايما بتابع حضرتك انا متشكرة جدا. وحضرتك يعني انا اتشرفت بيه وتشرفت. انا مش عارفة هولي بصراحة. بس انا انا بحب اي انسان في الدنيا دي بيتكلم عن البلد دي من قلبه. وعن شعبها. وبيحاول يتكلم في ان اي انسان يشوف حاجة غلط يصلحها. طبعا. يجب ان يزالي حاجة بتشرفني. انت انسان مشرف. شكرا جدا. شكرين. شكرين لحضرتك. شكرين يا شكرين. طيب انا قبل ما اختم مع حضراتكم وبتوجه بكل ما املك. بكل اعضائي بكل قوتي بكل احساسي. يا اخوانا اي حد يلاقي واحد فاسد يبلغ عنه. اي حد يلاقي واحد بيأثر على شبابنا وولادنا يبلغ عنه الجهات المسؤولة. لو قدرنا نعمل دي هتنضبط الامور. الشباب هياخد حقه. اللي مش لاقي شغل هيلاقي شغل. اي دي الفاسد هتتقطع. ليه؟ لانه بياخد حق مش حقه. بياخد حاجة مش بتاعته. النهاردة اللي بياخده ده. المفسد ده بيأثر على البلد. بيأثر على الاقتصاد بتاع البلد. بيأثر على اخواتنا وعلى ولادنا. بيفسد في الارض. لازم ننتبه للجزئية دي. وبرضو يا جماعة قبل ما اختم مع حضراتكم عايز اقول خلي بالكم ابعدوا عن الاشعات. ده اشعات كتيرة. ركزوا في المصادر الرسمية بتاعت الاخبار. ما تحاولوش تنسقوا وراء الاشعات. يعني واحد هو بيكلامه لك قصة الحكومة متضامنة مع ده كلام. هل تعتقد ان حكومتك تتضامن مع مفسد؟ مش ممكن. مين هيرضب ده؟ إلا بقى لو فيه شخص مفسد في في المنظومة. ده لازم تتقطع رقابته. ليه؟ لانه بيؤثر على البلد. بيؤثر على 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 الانتاج. بيؤثر على التنمية. النهاردة يا جماعة احنا بنسعى الحياة الكريمة. الحياة الكريمة تيجي وتوصل لنا لما نتضافر كلنا. كل واحد فينا الغني يروح يشوف الفقير. لو شفت إنسان مريض روح أوقف معا ساعده. لو شفت إنسان مدمن حاول تتتساعده. حاول توجيه لأقرب مركز علاج إدمان حاول تساعده. حاول تصلح من شأنه حاول تقف معاه لكن المتاجر بالمخدرات ده تتقطع رقابته على طول مفيش كلام ليه بقى احنا شوفنا افلام كتير حقايق على وجه الارض النهاردة المفسد هيزوق ثمن افساده انت افساد ولادك هيكونوا مفسدين هتشوف مرارة هتشوف مرارة افسادك في ولادك وفي بناتك وفي اهلك واتذوق هذه المرارة التي اذقتها للمصريين يا جماعة البلد دي مش هينصلح حالها غير لما كلنا نبقى مع بعض مش هينصلح حالها غير لما نخاف على بعض مش هينصلح حالها غير لما نطبطب على بعض مسؤول ومواطن مواطن ومسؤول اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي شايفنا وسمعنا سبحانه وتعالى ان تبقى بلدنا احسن بلد ونشوف الناس فرحانة ونشوف الناس سعداء وربنا يسعد بيوتنا ويسعد اهلنا ويفرح ولادنا ويجوز شبابنا ويعمر بيوتنا ويخلي كل الشباب يبقوا في سعادة وكل اهلنا في سعادة ده هتحقق لما احنا ننظف قلوبنا ونبطل نحقد على بعض برنامج ضد الفوضى يا جماعة برنامج هادف هدفه اعلاء قيمة المجتمع اعلاء قيمة المواطن المصري المواطن المصري اللي بنى الاهرامات اللي مش عارفين يجيبوا سرها لغاية النهاردة المواطن المصري اللي كان ليه حضارة من سبع تلاف سنة مش عارفين يعرفوا اسرارها اسرار التحنيت لغاية النهاردة مش معروفة اسرار كتير في حياتنا كان المصريين علماء وما زالوا علماء اوعوا تستهونوا بعقولكم اوعوا تستهونوا بقيمة المصري المصري عمره ما كان بتاع مخدرات ولا كان عمره فاسد المصري عرف التوحيد مهبت الرسالات مصر اشوفكم على خير يا رب تعمر بلدنا وتحفظ بلدنا وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة